كرمت اللاجالية اليمنية في مدينة اسطنبول الكاتب التركي أولتاش يمن أسلان على عمله الفني حكاية الأغنية اليمنية في التراث التركي وفي حفل التكريم الذي أقيم بالتعاون مع سفارة اليمن في تركيا قال أسلان إن اهتمامه باليمن جاء من أسرته التي أطلقت اسم اليمن عليه وحاز أسلان بموجب عمله الفني على جائزة أفضل فيلم وثائقي للعام 2016 في المهرجان الفني الثامن في تركيا شكرا